إذا متابعنا الكرام يقوم اليوم رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتح برهان بزيارة إلى حضيرات الجزائر كما هو العادة وكما اعتدنا دائما الإعلام الجزائري يطبل ويزمر البصبع يطبل ويزمر نحن 12 إفريقيا قوة ضاربة قد نديروا وسطة في السودان وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن الحقيقة هنا متابعنا الكرام هو أن المسألة متعلقة بالمغرب مجددا فسرعان ما خرجت معلومات تقول على أن المغرب نجح في إقامة وساطة ما بين أطراف الحرب في السودان وهذه المعلومات سبق ومشارناها هنا في القناة قبل أسابيع تقريبا وكان المغرب قد احتضنا يعني عبدالفتح برهان هنا في المغرب وأجرى معهم مشاورات وتم الاتفاق على أنه ستكون هناك وساطة أو اجتماع أو مفاوضات ستبدأ في جيو بيتي ومن جيو بيتي سوف تنتقل إلى المغرب وكانت هناك وساطة مغربية من أجل إيقاف الحرب الدامية في السودان وما إلى ذلك من هذه الأمور فبعد خروج هذه المعلومات خرج النظام حضارة الجزائر اليوم قال لكا سيدي قادي استقبل حتى هو عبدالفتاح البرهان لكن المضحك في الموضوع هو أن النظام حضارة الجزائر يتغافل بعض النقاط والبصبع عن كل رخ الجاهل الذي لا يقرأ ولا يتعلم ولا يبحث حتى هو غادي في البروباقاندا السافية أولا بدأوا بحض القادية هذه شهور عديدة جدا فاشخرج نظام حضارة الجزائر وقال لك غادي در وساطة في السودان أين هي هذه الوساطة في السودان لم نرى أي شيء مثله مثل كل الوساطة التي يعلن لها حضارة الجزائر أو نظام حضارة الجزائر معمور ما كينش حفش وساطة ولا كقدروا يدروا شي وساطة في نهاية المطافي ما احتروج لهم إلا وكتكون طرقهم كحلة زحلة هذه النقطة النقطة الثانية عبدالفتاح البرهان هذا الاستقبله واللي قال عن مجد حشكم بأنهم يدعمونه ويدعمون مجلس السيادة ويدعمون يعني لهادخون هذا البرهان هو ذات الشخص الذي توجه لإقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل وفاشكي قال عن مجد حشكم أنه يتوافق في الرؤى مع البرهان ويتوافق في المواقف مع البرهان أي أنه يتوافق كذلك مع توجه البرهان في إقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل وهذا النقطة طبيعية الحال البصبعية ما سيقش لها الخبار والجزائر المستحمر ما سيقش لها الخبار فهنا متابعين الكرام حينما يتعلق الموضوع بالمغرب والتشويش على المغرب وعلى المحاولات التي يقوم بها المغرب من أجل وسطها في السودان نظام حضرات الجزائر مستعد أن يعترفوا بإسرائيل وأن يقيموا العلاقة مع إسرائيل وأن يتخلى عن تلك الشعارات الفارغة ديال مع فلسطين ظالمة أو مرلومة ما إلى هناك من هذه الأمور النقطة الثالثة متابعين الكرام وهو عمجد حتى يقول خلال تصريحات دياله بأنه يدعم البرهان ضد قوى الشر يكونوا ما قوى الشر يقصد هنا قواس دعم السريع والإمارات المسألة كلها متعلقة حول الإمارات التي يمسقها مع المغرب وقال لك تتأمر مع المغرب ضد الجزائر وما إلى هناك من هذه الأمور لكن أيها الأغبياء يا فاشلين في المجال الدبلوماسي حينما تقول على أن أحد أطراف الحرب في السودان هم قوى الشر بمعنى آخر أنكم قطعتم أي طريق على أي محاولة للوسطة في السودان لأن الدولة الدولة التي تريد دين الوسطة أولاً تتباعد على العنصرية الإعلامية والبلبلة الإعلامية وهذه المسألة هناك من تتكلمون عنها وشفناها بطبيعة الحال مؤخراً في النيجر ثانياً تقف على الحياد من جميع الأطراف وخد تستقبل هذا الطرف على حساب طرف آخر لا تقول على طرف آخر قوى الشر وما إلى ذلك من هذه الأمور لأنك تسعى إلى الوسطة وهنا بطبيعة الحال مرى الغباء الدبلوماسي دين نظام حضارة الجزائر والجهلة الدبلوماسي دين نظام حضارة الجزائر في نوص الوقت نرى على أن نظام حضارة الجزائر مبلها الملف فقط من أجل معادة المغرب ومن أجل قطع الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيقاف هذه الحرب في السودان في نهاية المطاف طبيعة الحال كما العادة وكما عتدنا دائماً فإن النظام حضارة الجزائر لن يقدم أي شيء للسودانيين ولا للسودان ولا لمحاولة إيقاف هذه الحرب الأهلية في السودان فكل ما يحاول القيم بهذا النظام الغبي وهو التقاط الصور وهو البروباغندا الإهلامية واشوفوا نحن نديره ونحن نفعله نحن استقبلنا البرهان مع العلم أن البرهان يريدوا علاقات مع إسرائيل وبالتالي أنتم تؤيدون العلاقات دي السودان مع إسرائيل وبالتالي الشعارات الفارغة ديلكم كلها مشات في مهب الريح وبالتالي هنا نرى الغباء الديبلوماسي دي النظام حاضرات الجزائر في كل محاولة كي يحاول على أنه يقوم بها من أجل معادة المغرب وقطع أو عرقلة الجهود التي يحاولي يقوم بها المغرب فدائما كنت نقلب عليه هذه الأمور ونرى على أن نظام حاضرات الجزائر يسقط في انتكاسة تلوى انتكاسة تلوى انتكاسة على المجال الديبلوماسي وهذه المسألة والتي واضحة وضوحة العيان مؤخرا حتى في العلاقات ما بين نظام حاضرات الجزائر ودول الجوار ودول القارة الإفريقية متابعينا الكرام هناك مقولة واضحة معروفة نحن نعرفها ونشوفها مجسدة على أرض الواقع وهي طريق الكبرانات تحلز حلا متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر